بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اليوم نحن موعودون مع الدرس الثاني عشر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الباب البناخده اليوم ما وقفنا عنده المرة السابقة قال المصنف موت خديجة وأبي طالب وما نال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الأذى وتسلط السفهى عليه وخديجة وأبو طالب كان لهما الأثر الكبير جدا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم أما خديجة فكانت هي زوجه وكانت صاحبة المكان في قريش وصاحبة الشرف وكانت وكانت محترمة في قومها ونفع الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعقلها ورجاحة فهمها فكانت فكانت له سنداً وعضضاً فقال المصنف ماتت خديجة أم المؤمنين بعد موت أبي طالب بأيام بأيام قليلة جداً قيل عشر أيام وقيل أقل من عشر أيام وطبعاً موت أبي طالب كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأثر الكبير من ناحيتين الناحية الأولى يا أخواننا كانت قريش تهاب مكانة أبي طالب وكانت حريصة على عدم إيصان الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم خشية من استفزاز أبي طالب وأبو طالب كان عنده المكانة فيه ولو استفزره ممكن يسلم ولو استفزوا ممكن بعد حتى لو ما أسلم يستطيع أن يؤلب عليهم بطون قريش لأن بني هاشم في قريش هم الوسط ودائماً يا أخواننا في الأنساب والقبائل بيقول لك يحبذ إن الإنسان يكون في وسط القبيلة لأنه بيكون عنده صلاة بكل أطراف القبيلة بن هاشم هم وسط قريش في النص قال أهل السير ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم بهم رابط عشان كده يعني أبو طالب كان بمثل حماية للنبي صلى الله عليه وسلم فمن الجهة دي موت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان هزة ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طامعاً في إسلام أبي طالب وموته خلص حيفجد هذا الطمع وحيضيع عليه هذا الأمل كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤمل جداً في إسلامه وكان حريص عليه حتى لمن جه عند الموت جلس عنده وطوالي جه داخلين كفار قريش خايفين إنه أبو طالب يسلم قاعدين جنبه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وفي رواية كلمة أشفع لك بها بس قول الكلمة دي أنا أشفع لك بعدين عند الله صحبان المعاو أبو جهل عبد الله ابن أبي أمية المخزومي وطبعاً ده أسلم فيما بعد لكن الاتنين قاعدين جنبه قالوا لو ترغب عن ملة عبد المطلب وبيقوا بذكروه بإرث الأباء وطبعاً يا أخواننا مسألة يعني ما كان عليه أبواتنا وأهلنا القدام وده الدين اللي قينا عليه والناس دي بيتخلي كثير من الناس ما يتنازلوا فأبو طالب بيقى متردد بين الاتنين حتى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد عرضت علي يعني الإسلام ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمل لحد ما مات آخر كالمقالة هو على ملة عبد المطلب أبو يقول لا إله إلا الله بعد ذاك كله النبي عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم خلاص ما في طريقة يستغفر له وربنا أنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت النبي صلى الله عليه وسلم أحب له الهداية نقصوا دي الصوت شوية النبي عليه الصلاة والسلام أحب له الهداية لكن ما توفغ لي جاه بعد ذاك بعد فترة عم العباس وعم العباس طبعا أخو أبي طالب قال له بعد ما أسلم قال له ما صنعت يا رسول الله لعمك أبي طالب فإنه كان يحوطك ويغضب لك ويذب عنك أنت عملت له شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد كان في النار جوه فأخرجته يعني بشفاعة ليو إلى ضحضاح منها الضحضاح يعني فوق طرف النار إلى ضحضاح منها توضع له جمرة تحت أخمص قدمه وفي رواية يلبس نعلان بس نعلان من نار ما عنده أي حياتان أو جمرة بخطوها تحت الأخمص الأخمص الفرقة تحت تحت الكراء في بطمة الكراء تعد في تجويف كذا دا الأخمص بخطو له جمرة قال يغلي منها دماغ وإنه يرى أنه أشد أهل النار عذابا وشايف رقبته اشنو أشد الناس عذابا قال وإنه لأهون أهل النار عذابا أخفزوا في جهنم من أبو طالب الفغى قالوا الحكمة في أنه يعذب في رجلينه لأنه ثبت برجلينه ديل على دين أجداده ثبت دين ربنا عذب في رجلينه ديل بعد ما مات جعل ابن أبي طالب دوله قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد هلك بلا شوفوا الكلام دا كيف دا أبو أبو قال له إن عمك الشيخ الضال قد هلك نبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمتين قال اذهب فواره أمشي أدفنه بس عشان كده يا أخواننا موت أبي طالب مع إنه جمع على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مصائب فكانت المصيبة الأعظم بالنسبة له كونه يموت على الشرك لأنه في النهاية أكمات أبو طالب اللي بيحميه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيحميه وما هو واجب عليه حماية أبي طالب ما هو واجب عليه وحماية ربنا له أقوى وأعز ها عشان كده تحصر النبي صلى الله عليه وسلم كان على عدم إسلام أبي طالب لأنه يعلم إنه إنسان مات على غير التوحيد يوم الغيامة ما عنده حاجة دي النبي صلى الله عليه وسلم علم للأمة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ولا نصير ذاته ما فيه ولا الدنيا دي كله أكمت على الشرك ما تقدر تشفع لك بعدين زول بشفع لك ما فيه ولا مسموح له جاته يا أخي إبراهيم عليه السلام دعا ربنا قال وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ قال لربنا ما تخزيني قالوا يؤتى يوم القيامة بوالد إبراهيم اسمه آذر دعا أبوه وخالفه كان بيعبد الأصنام بل سموه آذر لشدة عبادته للصنم الاسم آذر كان بجيه الصنم بتاعه كده إيجي يوم القيامة جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إلى إبراهيم بذيخ ملطخ دعا أبوه يحمل من قدميه ويلقى في النار فيقول إبراهيم عليه السلام يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد ده أبوي في خزي أكتر من كده فربنا سبحانه وتعالى ما يقبل شفاعة إبراهيم ده الخليل في منه في أبوه ما بيقبله ربنا قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء بعد ذاك ربنا قال فلما تبين له أنه شنو عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواهن حليل شكرا يا أخواننا لحظوا المصائب توالت على النبي صلى الله عليه وسلم كيف مات أبو طالب ومات على الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم حبي أن يسلم بعده تموت خديجة بأيام أول ما ماتت قال تجرأوا عليه وكاشفوه بالأذى خلاص بدت بعد ذاك العداوة الصريحة من كفار قريش وكفار قريش في العداوة كانوا أنواع منه منوع ديل بيازوذي جسمه ومنه منوع كان الأذى بتاعهم أذى معنوي بيستخفوا به وطبعا يا أخواننا الأذى المعنوي أحيانا بيكون أشد من الأذى الحسي ديل حنجي نتكلم عنهم بديكم له النمازي بس دارين إحنا في ختام درسنا ناخد نمازي للأثنين ديل الناس اللي كان بيأذو النبي صلى الله عليه وسلم أذى حسي في جسمه والناس اللي بيأذوه أذى معنوي أما الصنف الأول منهم جيران اللي اثنين طبعا يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم وكتوصى بالجار الوصيب بالجار دي ما ساي لأن الجار ده لو كان ذو الشر بيضره كأكتر من البعيد الجار ضرره شديد جيرانه اثنين واحد منا أنا عمو أبو لهب ده عمو طوال وزوجته جميلة بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس بالتعمو كويس اسم أم جميل أروى أم جميل ده زوجة أبي لهب ودي حمالة الحطب وعنده أولاده كانوا اثنين متخصصين في الأذى وأسوأ الاسم عتيبة تخيل ده بيت جار المرأ متخصصة إنها تمش تنقل الحطب والأذى تجيبوا تخطوا للنبي صلى الله عليه وسلم قدام بابه حتى قالوا باعت عقد حقها عندها عقد غالي جدا باعته عشان التمن حقه تسخروا لأذى النبي صلى الله عليه وسلم شكرا ربنا قال في جيدها حبل من مسد كويس جار الثاني عقبة ابن أبي معيط هذا جيرانه الاثنين يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم طالع من بيته قال أي جيرة هذه يا بني عبد مناف لقى القازورات بخطانة قدام الباب يشيله ينظفه ويبعده وهذا جيرانه الاثنين وهو يعلم أبو لهب شدة ماء كسر عليه بيقى يبحث عن سلل جزور لو في أي زور عنده ناقة ويلدد يجيبوا السيلة حقها يجدعوا قدام باب النبي صلى الله عليه وسلم والفرط الفرط معناها الأحشاء العفشة شفت الريحة بتاعته هنا دي كريهة كيف بتاعت الكرشة لما ينظفوها دي بنظفوها للنبي في بابه صلى الله عليه وسلم حتى يوم من الأيام شافوا حمزة أبو لهب جاء كبّل غازورات جنب الباب وشافوا حمزة داخوه حمزة قبض وشان الغازورات كبّاله في راسه قالوا فانتهى تاني بيقى ما بي بيقى برسل ولد وبأجر ناس الصنع دي لدين شغل زايدة وكبّاله في راسه جانتاني ما يصلط كويس بيقى برسل ولد يسمعه تيبة جاي يوم من الأيام وألقى الأوساخ بعد ما رماها سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو في صورة النجم والنجم إذا هوى فقال في تكبر وصلافة قال إني كافر برب النجم فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه مع إنه مزوج بيته أم كلثوم دعوا تيبة دعا عليه قال اللهم صلّت عليه كلبا من كلابك قالوا سافر يوم من الأيام في صفرة إلى الشام ومعه صحبانه والكلمات دي بتقرع في أذانه لأنه عارف النبي صلى الله عليه وسلم ما بكذب بيقى بنون في نص صحبانه في نصهم قالوا فجاء أسد بالليل يبحث يفتش فطى الجماعة كلهم فطاهم كلهم ما لقى إلا عتيبة قالوا فمضغه مضغ واحدة أتد على نفسه وهو في الرمق الأخير كده دار يموت قالوا لهم ألم أقل لكم إن محمدا أصدق الناس ما كلمتكم ده أصدق زول قالوا قال اللهم صلّت عليه كلبا من كلابك انتهى منه الأسد مات أهل السير قالوا ما من أحد تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم إما باللسان أو بالفعال إلا وكانت نهايته سيئة أبو لهب التالي ده أبو عتيبة أصابوا ده اسم العدسة الداء ده كأنه ده معدي وكانت تتشاءم به العرب لو أصابك الداء ده ما مقربه منك تاني ولا بدي فنوك ذاته زي الشغل بتاع الكورونا ده ودعك أخطر منه تشاءمو بيك طوالي فمات أبو لهب كويس لما مات ما فيصل قدر يحصروا حتى وجد الناس الرائحة رايحته ضربة البلد مشوا أولاده شان خايفين من العر حفروا له حفرة ودفروه فيا دوا بيته ودفنوا انتهى نهاية سيئة طيب عقب ابن أبي معيط سيئ جدا ده يوم من الأيام كانوا جلوسا عند الكعبة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد فقال أبو جهل من يأتي بسلى جزور بني فلان فيلقيه على محمد من يجيب فقام عقب ابن ابن أبي معيط قال لهم أنا بجيبه فأتى به فألقاه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأزاحته من رأسه وهي تبكي كويس عقب ده يعني الغريبة كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم محبة وكان بيكرموا خاصة لما يجي من السفر يقوم بعمل مائدة كبيرة عجومة يدعو لها الناس وبخصة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة فيوم من الأيام عمل العجومة بتاعته ودعى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أبا يأكل قال له حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لو ما شهدت الشهادة باب أكل طعامك طبعا عيب عند العرب تجي في بيت وما تأكل طعامه فشهد الشهادة أول ما نطق الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أكله طيب خاطر ومشى رجع طوال إلى جماعته عرفوا القصة قال له أبي ابن خلف ده أخو أمي ابن خلف واللي اتنين زي ما بقوله أهلنا ده تلتخبهو ده تعيسوا خايب الرجع أبي ابن خلف وأمي ابن خلف فأبي ابن خلف قام قال لي عقبة قال له وجهي في وجهك حرام يعني تانا أنا ما بقعد معاك ذاته حتى تبصغ في وجه محمد وترد إليه الشهادة لو ما عملت كده تانا أنا ما زولك التعيس مشى للنبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه الشهادة وتفن في وجهه قالوا فعاد إليه بصاغه تفا كذا رجعت له في وجهه فسود وجهه ومات يوم بدر مقتولا ونزلت فيه الآية يوم يعض الظالم على يديه لحظه ربنا ما قال على أنامله تلع ما تكون ندمان بيعضي رصاص بعك كده لا يده كله دي شدة ما ندمان بيفتح خشمه بداخل يده كله جوا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا وجات في قراءة أبين لأنه الدق في مقلب أبي ابن خلف ليتني لم أتخذ أبين خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاعني وكان الشيطان للإنسان خذولا والله صحيح ذو المخذول السبعة ديل شفت هو واحد من سبعة ديل اللي جابهم في القصة هنا ذكرهم المصنف وفي قصة عمر ابن العاص السبعة كانوا قاعدين والنبي عليه الصلاة والسلام داخل علام وبعد ذاك سخروا منه ولمن جاب سنى الجزور كباو قالوا بيقوا يضحك وإي واحد يقع في الثاني من الضحي منهم عقبة وأمية ابن خلف وأبو الحكم ابن هشام دابو جهن وشيبة ابن ربيعة وعطبة ابن ربيعة والوليد ابن عطبة الثلاثة ديل بالمناسبة أولاد عام للنبي صلى الله عليه وسلم الاثنين دا كعمام والوليد دا ودعموا قرابة شديدة ديل بيقوا بيضحكوا بيتمايلوا قالوا السبعة ديل اللي دع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء أول ما رموا عليهم سنى الجزور دع عليهم بالاسم قال اللهم أهلك أبا جهن عمر بن هشام وأمية بن خلف وفلان السبعة ذكروا قالوا فماتوا جميعا يوم بدر كلهم السبعة وسحبوا في القليب حفرة كبيرة سحبهم رموم قالوا أمية إلا أمية لم يسحب في القليب لأنه كان بادنا ذول دا ذول مانع مانع شديد لو جروا يده اليد ما بيجو الرجيسين معاه بتنقطع اليد بلا شوفوا ذول دا صبّة بس ذول زي الصبّة لو جروا منه أي عضو بنقطع العضو بس بلا شوف الكلام دا كيف دا بس دا بس دا بس دا بس دا بس شوفوا إلى نهايتهم سيئة كيف جاء طالع النبي صلى الله عليه وسلم من القصة ذاته في الطريق وخارج من المسجد فلقيه أبو البختري ابن هشام الأسدي وهو من كفار قريش ومات كافرا يوم بدر فلما لقى جنب الباب وكان الرجل له مواقف في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لك يا محمد قال له خلي عني قال ما أنا بتاريكك حتى تخبرني قال له إن أبا جهل أمر بي فرمي علي فرث الفرث اللي هو العفشة دي قالوا وكان مختصرا بصوت شيء اللي صوت رابط فين الصوت فدخل وقال له واتبعني شو وراي دخل على مجلس أبي جهل قال أنت الذي أمرت أن يطرح على محمد الفرث قال نعم قالوا فعلاه بالصوت أدفي راسه قالوا فهاج الرجال الناس قاموا خلاص المشكلة دار تدور دا من بني أسد ابن عبد العزة وهو للنبي صلى الله عليه وسلم وادعم في النهاية فثار الرجال فجاءت هنا خباثة أبي جهل رجل خبيث جداً يا أيها القوم قال لهم طوالي يا ناس قال إن محمداً ألقى بينكم العداوة ليسلم هو وأصحابه خلوه ما سأل أبو البختري خلوه قال له لأنه الشكل لو قامت وبيقت ودعمي ودعمت حيسلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحيضربوا فيما بيناتهم أبو جهل رضب الصوت في إضنه رضبه كويس رضب الصوت عشان ما تثار النعرة القبلية ويبقى المستفيد منها هو النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة طيب في موقف آخر دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وبعد موت أبي طالب قالوا فهاج فيه الناس وده اللي ذكروا عمر فقالوا ما رأينا مثل صبرنا عليه سفه أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا فبينما هم في ذلك إذ أقبل فالسلم الركن اليماني أو الحجر فمر بهم فغمزوه طاعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أنه قال لهم لقد جئتكم بالذبح هذه الكلمة التي يجبها المجار ما فهمنا وفي رواية أشار لهم إلى عنقه جئتكم بالذبح طوال الإله قالوا معناه شريعة محمد هي شريعة القسوة والقتل والذبح لا 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 يا أخواتنا هذا موقف خاص بأولئك المعادين وأما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي شريعة الرحمة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَبَّنَا رَسَّلُوا رَحْمَةً لِلْعِبَادِ حَتَّى دَيْلْزَاتٌ لَمَّنْ جُولَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أُدْعُوا رَبَّك يَجْعَلْ لَنَا جَبَلَ الصَّفَةَ ذَهَبًا وَسَنُؤْمِنُ بِكَ قولوا لو دارين نصبح الصباح نلقى جبل الصفة تبقى ذهب وإحنا حنؤمن بك طوالا شوفوا الرحمة كيف طيب في الوقت داك النبي عليه الصلاة والسلام دع الله أن يصبح الجبل ذهبا فخيره الله عز وجل ربنا خيره من أمرين اللي هم مشنوب إنو لو رسلت لهم الآية دي دي ما آية وعلامة تدل على النبوة تاني ما في كلام جبل يهودة قدامكم يبقى ذهب دي آية تدل على صدق النبوة ربنا قل لانا لو رسلتها وما آمنوا بنزل العذاب طوالي به لكم كلهم الخيار الثاني أن أفتح لهم باب الرحمة والتوبة ما بقلب لهم دهب لكن بفتح لهم باب التوبة فاختار النبي صلى الله عليه وسلم باب التوبة والرحمة مع إنو أكان ممكن يقول لها ربنا يدعوه يقول لها أجعل لهم دهب وما بيؤمن سوي فيه أي شيء شكد ربنا قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون أي أمة كذبت بآية الرسول بعدها بيجي شنو؟ العذاب طوالي لكن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة دي إنو ما طلب الآيات الكبرى أصو ما طلبه ربنا قال له لو شئت جعلته ذهبا قال لي لا افتح باب الرحمة وباب التوبة لأن ديل حتى لو ما أسلمهم حيجوا يسلموا أولاده وما من واحد من ديل إلا أولاده من أفاضل الصحابة حتى عقبة ابن أبي معيط ولد الوليد ابن عقبة دأخ عثمان بن عفان من الرضاعة رجلا كان صالحا تقيا أولاده يا أخي أبو جهل ولد عكرمة صحابي جليل من قادة المسلمين يوم اليرموك أمية بن خلف ولد صفوان بن أمية صحابي جليل يا أخي سهيل بن عمر كان مع النازل ذاته ومن قادتهم بل من أفصح كفار غريش كان وكان خطيبهم وكان المقدم بتاعهم في الصلح عمر بن الخطاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سهيل هذا أهزان بلسانه دعني أكسر سناياه والسنين القدام وقلع الله وشانتاني ما يخطفون ولا يقول شعر ولا يسمعهم كلام سمح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعوه شوف من رحمته بيقى سهيل بن عمر من شعراء الإسلام ومن خطباء الإسلام فالرحمة هنا يا أخواننا لكن ديل من الرحمة إنه يتخوفوا من رحمة لأنه ديل لو خلاهم يتجبروا ويتكبروا ويعتوا ديل ما بيخلوا الرحمة تنتشر في الناس ولا الدعوة شان كده خوفهم قال لهم جئتكم بالزبح فخافوا جميعاً قالوا إن محمد لا يكذب يا ناس أعملوا حسابكم قال له محمد ما بكذب كويس ف أو بكر الصديق رضي الله عنه ذكر عنه المصنفين قال وفي حديث أسماء فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا أدرك صاحبك لما النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه وتلموا عليه في رواية قالوا هذا يضربه وهذا يجأه يجأ كلمة يجأ بل همزة الفوق معنى كأنه بيطعن بيد في بطنه زي الطعن كده في البطن وهذا يتلتله يمسك من تلابيب وهز وكله هو دار يصلي في المسجد بعمل فود كله أها قال فخرج من عندنا وله غدائر غدائر ديلة الضفائر الصحابة كان عندهم الضفائر بعملوها لمن الواحد يكون مشغول عن الاعتناء بشعره في السفر وفي المشاغل يقوم بيضفروا ضفائر شما يحمل الوسخ دي كان عادة عند العرب وله غدائر أربع فخرج وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله في أثر جميل عن علي بن أبي طالب ذكروا البزار وأبو نعيم في الفضائل أثر جميل جداً والأثر ده ندي هدية للشيعة ويزول بأيد الشيعة وبيعتقد إنه في مشكلة بين الصحابة الصحابة ما كان بيناتهم في مشاكل وبيعتقد إنه علي رضي الله عنه كان بفضل نفسه على يبكر الصديق والله يكذاب يعرف ليه مقام رضي الله عنه القصة دي يتكلم عنه علي رضي الله عنه فيما نقل أبو نعيم قال قال علي في مجلسه والناس حضور قال ألا أخبركم من أشجع الناس قالوا من علمنا قال أشجع الناس أبو بكر الصديق قال رأيته وقريش قد هجمد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يضربه وهذا يتلتله وهذا يجوه يقولون له أنت الذي تزعم أن الآلهة إله واحد انت تقول كده ترتجع على الآلهة كلها إله واحد واضربوه لما اشتدوا عليه قال ما قام منا أحد ودعا لابن أبي طالب سيد الفرسان قال ما قام منا أحد إلا أبو بكر الصديق فهاج في القوم يضرب هذا ويدفع هذا ويجأ ذلك قال حتى أخرجه من بينهم جميعا الله أكبر قالوا فرفى علي رداء كان عليه فغطى به وجهه فبكى حتى اخضلت لحيته وكان كث اللحية قال ابن أبي طالب لحيته تبلغ ما يقارب الصرة كان قصيرا أصلع كث اللحية قويا كويس ثم قال أخير أبو بكر أم مؤمن آل ياسين أو مؤمن آل فرعون فسكت الناس قال والله لساعة واحدة من أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من مثلي مؤمن آل فرعون ساعة واحدة قال له والله أفضل قال له منه ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه كويس شوفوا الناس اللي آهدوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ما سلم منهم أحد واحد منهم اسمه الأسود ابن عبد المطلب ابن عبد العزة ده برضه من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ده والد زمعة ابن الأسود اللي قام في نقض الصحيفة وكان ده رجل مؤذي بيسخر ربنا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ده من نوم اسمه الأسود ابن عبد المطلب الرجل ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي داخله معاه الصحابة يقول لهم لقد جاءكم الملوك بالسخرية يعني الذين يملكون ملكة قيصر وكسر لقد جاءكم أهل الجنة هذينك أهل الجنة جو؟ شو ذل الله ساخر وقالي الأدب كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه قال اللهم عم بصره وافجعه في ولده يوم من الأيام عنده ولد جاي من الشام وهو منتظر تحت نخلة برا قالوا فَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلِ فَلَطَمَهُ فِي وَتْهِهِ أَدَّى وَاحْدَ فِي عَيْنُهُ لَمَنْ جَهُ وَلَدُهُ لَمَنْ وَصِلُ صَارَ لَا يُفْصِل بِكَ فَتِّشْ لَوَلَدُهُ وِينَ ما شايفوه أول ما جايهم بدر عنده ولد زمعة ابن الأسود ولد الثاني عقيل ابن الأسود أما زمعة فقتله أبو ديانة سماك بن خرش الأنصاري وأما عقيل فقتله حمزة وقيل علي أولاد الاثنين اتفاجع فيهم وعمى ومات على ذلك آخر واحد نذكره اسمه الأسود ابن عدياغوث ده برضو كان بيسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ولما نيجي داخل المسجد بيقول بيضحك عليه فهذا الرجل أصابه داء الحر السموم سودت له وجهه وكان رجلاً أبيض أول ما دخل بيته أهله فتحوا ليه الباب ليقولوا وش أسود قفلوا الباب في وشه قالوا فرجع فهام في الصحراء فمات عطشاً ما سلموا منهم ولا واحد ربنا قال إن شانئك هو الأبتر وقال لأن أدب القاعدين الليلة كلهم لهم يوم أي زول يسيء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام من المتفلسفين الليلة والمتنطعين وأصحاب الدعاوى الجديدة من التطور والحضارة البيسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والبيسخر من لبسه والبيسخر من شريعته وبيسخر من السنن والآداب اللي علمنا لها قل لهم ليكن يوم كلكم إن شانئك هو شنو؟ الأبتر المقطوع بتنقطع في الدنيا دي وربنا بعاقبك وبجازيك شر جزاء بسبب التطاول على هذا المقام الشريف مقام النبوة مقام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأي نوع من أنواع للسيزاء فواحدين ما بيوجه السخرية عديل لكن يقوم يسخر من السنن ويسخر من الزي واللباس وبعض الأحاديث النبوية النبوية واحدة بتتكلم سخيفة وحقيرة كويس؟ بتتكلم وتعيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لي جابر تزود يعني بكرا تلاعبها وتلاعبك قالت يعني خديجة ما كانت بتلاعب ولا شنو؟ سيئة الأخلاق خبيحة مقبوحة لكن احنا بنبشرة ربنا قال إن شانئك هو الأبتر بتنقطع في الدنيا دي هنا وبعدين حق الله يوم القيامة داك بيعرفوا الله ربنا اللي بيعلموا حق الله يوم القيامة بيعلموا الله وعقاب أي زون بعدين داك بيعلموا ربنا سبحانه وتعالى نحنا نكتفي بهذا القدر وطولنا